موسيقى هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر هذه جولة المراسلين استمرار إجلاء الرعاية من السودان وفي الأردن اجتماع تشاوريون لمحاولة حل الأزمة السياسية في سوريا بمناسبة عيد العمال مظاهرات في دول أوروبا عدة كالنمسا وفي بلجيكا وفي اليونان وتجديد أمني في فرنسا تحسبا لتظاهرات محتملة فأهلا بكم معنا ومعنا اليوم في شبكة مراسل القاهرة الإخبارية مع أبرز الأحداث عدد كبير من المراسلين حيث ينضم إلينا اليوم من اليونان ومن خلفهم مباشرة تظاهرات العمال عبدالسطار بركات أيضا تظاهرات العمال في فرنسا ينضم إلينا فيها من مرسيليا خالد شقير من بروكسل معنا سلامة عطلة ينضم إلينا أيضا من المسا وتظاهرات عمالية هناك خالد أبو بكر تظاهرات عمالية في تركيا عمر أحمد سوف نقول لأيها مباشرة سوف تتحدث معنا على اجتماع التشاوري بشأن سوريا معنا في تطورات الأزمة السورية الأوكرانية حسين مشيق من موسكو أحمد سنجاب معنا من بيروت بلبنان ومعنا أيضا من القاهرة أو من مصر معبر قصر بالتحديد مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية نرحب بكل مراسل القاهرة الإخبارية لهذا اليوم أعلنت نصر أن خطة إجلاء رعيها المتواجدين في السودان أصفرت عن إجلاء ستة ألاف تسعمائة وستين مواطنا مصريا حتى الآن وقد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن جهود الدولة يومي التاسع والعشرين وثلاثين من إبريل نجحت في إعادة خمسمائة وستين مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية فيما بين البلدين من معبر قصر مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية معنا بعد التحية مصطفى إذن مصر تقوم بخطة لإجلاء الرعاية من السودان والتفاصيل لديك هنا في معبر قصر فكيف تبدو الأجواء لديك إلى الآن مصطفى يعني بالفعل هي خطة منظمة ضمت بها الدولة المصرية في إجلاء رعاية الدول المختلفة عبر المعابر البرية على الحدود السودانية هذا بالإضافة أيضا إلى وجود عدد من ممثل القنصليات الذين تواجدوا خلال الساعات الماضية لهذا اليوم وذلك انتظار لوصول رعاية الدول الخاصة بهم كنا قد شهدنا على مدار الساعات الماضية وصول رعاية من دول نيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا والصين والهند والفلبين وأيضا خلال الساعات القبل الماضية كان هناك تواجد لرعاية دولة إيطاليا الدولة المصرية عملت خلال هذه الفترة على التعاون مع كل دول العالم من أجل إجلاء رعاياها من الأراضي السودانية وهذا هو ما يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في التعاون مع دول العالم المختلفة لإجلاء رعاياها وتسهيلات عديدة تقدمها الدولة المصرية من خلال المعابر البرية نحن نتحدث من معبر قسطل البري الواقع على الحدود المصرية السودانية وهذا المعبر الذي يعمل على مدار الساعة ويقدم كل الخدمات سواء التسهيلات الإدارية المتعلقة بإنهاء كافة إجراءات دخول الدولة المصرية حسب ووفقا للتعليمات والإرشادات المتعرف عليها ما بين مصر ودول العالم المختلفة هذا أيضا بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية وتجعلها في مقدمة الخدمات المقدمة داخل المعابر المصرية وداخل الأراضي المصرية ممثلة في تواجد لعدد من سيارات الإسعاف المصرية التي تتزايد يوما بعد يوم ومن خلال حديثنا مع عدد من المسؤولين عن هيئة الإسعاف المصرية أكدوا بأن هذه السيارات يتم زيادتها يوما بعد يوم وذلك وفقا للخطة التي تضعها الدولة المصرية تحسبا لأي حالات طارئة قد تحدث في المعابر المصرية بالإضافة أيضا إلى وجود أطقم الهلال الأحمر المصري الذي يعمل على مدار الساعة ويقدم الخدمات الإنسانية قبل الخدمات الطبية من حلال تقديم بعض الأغذية الخفيفة وأيضا تقديم المياه والمشروبات المثلجة وتقديم أوجه الدعم النفسي للتخفيف للتخفيفة عمن يصل إلى الحدود المصرية مما رأوه وعانوه من الأوضاع الكارثية وغير الإنسانية في الأراضي السودانية لذلك فالعمل داخل هذا المعبر البرية على الحدود المصرية السودانية يؤكد أن نجاح الدولة المصرية وهذا حديث الكثير ممن يدخلوا إلى الأراضي المصرية عبروا عن شكرهم وممتننهم إلى الدولة المصرية مؤكدين أن ما يشاهدوه هو منظومة ناجحة عبر هذه البوابات التي أطلق عليها وأطلق عليها كثير من الوفود التي حضرت الأراضي المصرية أنها بوابات الأمل والحياة نعم مصطفى يعني وأنت تحدثنا وبشرة لرى خلفك يعني العديد من الحافلات تحرك الأفراد المتوجدين في معبر قسطل هل هناك توقيتات محددة أو أيام محددة لتحرك هؤلاء عبر أوتوبيسات مثلا إلى داخل مصر ومن ثم يعني الانطلاق يعني زميلي حسان هي رحلة منظمة تبدأ من الأراضي السودانية عندما تنطلق تلك الحافلات الموجودة الآن في معبر قسطل البري قادمة من الأراضي السودانية وتحديدا من العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق القريبة منها هي المناطق الآمنة التي حددتها السلطات السودانية بالتنصيق والتعاون مع الخارجية المصرية أو السفارة المصرية والقنصليات المصرية المتوجدة في الأراضي السودانية انطلاقا من الأراضي السودانية تأتي هذه الرحلات عبر طريق يمتد إلى أكثر من يوم ونصف وبمسافة تصل إلى حوالي 900 كيلو متر هذه الحافلات عندما تصل إلى الأراضي المصرية تقوم بإنهاء إجراءات دخولها من خلال نزول مستقل تلك الحافلات إلى صالات الوصول في معبر قسطل البري الذي يقدم خدمة ميسرة تسهل عملية إنهاء الإجراءات والتأشيرات تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية وبعد ذلك تتجه تلك الحافلات إلى العمق المصري نهاية إلى مدينة كاركر المصرية وهي المدينة النهائية بالنسبة لتلك الحافلات حيث أن هذه الحافلات هي حافلات سودانية لا تستطيع تجاوز تلك المدينة وبعد ذلك تعاود الرحلة من جديد وتدخل إلى العمق السوداني وتقوم باستقلام مجموعة أخرى من المواطنين المغرفة في الجنسيات إلى الدخول إلى أراضي المصرية وبالتأكيد سوف نكون معك في تغطيات أو خدمات إخبارية أخرى مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة والآن حيث تشهد العاصمة الأردنية عاما اجتماعا اللجنة المبثقة عند الاجتماع التشوري لوزراء خارجيات دول مجلس التعاون الخالي ومصر والأردن والعراق حول سوريا يشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجيات السورية فيصل المقداد ونضرؤه في مصر والعراق والسعودية ويتم بحث خطة أردنية لتحقيق تسوية سياسية للصراع بحسب مقالة مسؤولون في الحكومة الأردنية حيث قالوا أن المبادرة الأردنية تدعو دمشق للانخراط مع الحكومات العربية بشكل جماعي بمجب خارطة طريق متعددة المراحل تفضي إلى إنهاء الأزمة السورية وقبل ذلك عقد وزير الخارجيات الأردنية أيمن الصفض اجتماعا ثنائيا مع نظيره السوري فيصل المقداد نقش الوزيران الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناء على المبادرة الأردنية والأطروحات العربية الأخرى كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية كأمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه واللاجئين حول هذا الاجتماع التشوري من العمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية سيد معنا مباشرة بعد تحية آية إذن هذا الاجتماع التشوري يبدو أنه اجتماعا مهما فكيف تبدو التفاصيل وخاصة فيما يتعلق لبحث عودة دمشق إلى الجامعة العربية آية نعم تحية حس حقيقة لأن الاجتماع بدأ تقريبا قبل ساعة ونصف كان هناك كما أنت قلت كان هناك مباحثات ثنائية ما بين وزير الخارجي الأردني ونظيره السوري يعني يجد المراقبين السياسيين أن هذا الاجتماع مهم جدا خاصة بأنه يأتي قبيل القمة العربية التي ستوقع الشهر الجاري في الرياض فبالتالي من الممكن أن يكون هناك مشاورات من أجل عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية وأن يكون لها دور عربي كالسابل خاصة بعد قطيع جاءت لأكثر من عشر سنوات رأينا في الأشهر الماضية العديد من التحركات العربية خاصة بعد زلزال تركيا وسوريا كان هناك العديد من الزيارات العربية لدمشق وتأتي هذه الزيارات بشكل منفرد ونوعي خاصة بعد انقطاع داما لأكثر من عشر سنوات بعد الأزمة السورية اليوم الأردن من خلال المبادرة الأردنية إلى جانب مصر والعراق والسعودية يؤكد على أنه لابد أن يكون هناك دور مهم لسوريا على الخارطة العربية ومن المنطلق ليس فقط السياسي يا حساني ولكن أيضا من منطلق اقتصادي خاصة عندما ناقش وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي مع نظيره السوري موضوع اللاجئين السوريين وأيضا مشكلة المياه وأيضا مشكلة تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية العديد من الملفات التي تأتي بمودها ضمن عنوان الأزمة السورية إن كان داخليا أو خارجيا تناقش اليوم في الاجتماع هذا التشاوري ومن المتوقع أو من المؤكد أنه سيكون هناك توصيات في نهاية هذا الاجتماع المغلق لكن قبل هذا الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي عقد أيضا اجتماع ثنائي مع نظيره السوري فيصل المقدار طراء ماذا درى في هذا الاجتماع؟ هل كان أيضا الاجتماع ينصب حوله الاجتماع بشأن عودة السورية أم قضايا وملفات أخرى؟ حقيقة حساني هناك ملفات عالقة مع الجانب السوري على رأسها ملف تهريب المخدرات اليوم الأردن أهرب حقيقة أحبط عملية تهريب المخدرات وتم قتل أحد المهربين على الحدود الشرقية الشمالية ما بين الأردن وسوريا هذا الملف المهم الذي يعتبرنا الآن عالقا ما بين الأردن وسوريا تم مناقشته قبل بدء الاجتماع التشاوري أيضا الأزمة اللجوء السوري أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري أو لاجئ سوريا تواجد على الأراضي الأردنية لابد من العودة الطوائية للاجئين الأردن مع العودة الطوائية ولكن أيضا الأردن هو من يجعل هذه الأزمة أو يجعل من وجود اللجوء السوري نعم إذن آية السيد أشكرك هذه التفاصيل الواضحة كنت معنا من عمان بالأردن إلى الملف الروسي الأوكراني حيث قال الجيش الأوكراني إن فرق الدفاع الجويد دمرت خمسة عشر من ثمانية عشر صاروخا أطلقتها القوات الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم فيما كثفت موسكو من هجماتها في الأيام القليلة الماضية وقد أفدت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات هزت عددا من المناطق في العاصمة كيف ومقاطعة يدين بروتوسفيسك جراء قصف الروسي وقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية المختلفة كانت الروسية أعلنت في وقت سابق سيطرت قواتها على أربع مناطق في غرب مدينة بارخموت الأوكرانية من موسكو مراسل قاهرة الإخبارية حسين المشيك ينضم إلينا مباشرة إذن أنت معنا مباشرة حسين ونتحدث حول انفجارات عديدة هزت مناطق في العاصمة كيف جراء القصف الروسي على الأرض كيف تبدو التفاصيل في هكذا خبر وأيضا التفاصيل أخرى في ناحية الميدانية حسيني بعد التحية مصادر إعلامية روسية وأيضا أوكرانية تتحدث عن استهداف القوات الروسية لعدة مناطق في أوكرانيا خلال الساعات السباح الأولى تحدثت مصادر إعلامية أوكرانية عن دوي حالة الإنزار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيانات أو معلومات تتحدث فيها عن ما حصل في الليلة الماضية في المناطق الأوكرانية فقط بعض المصادر العسكرية تحدثت عن استهداف القوات الروسية لأربعة مناطق في مقاطعة دانيتسك هذه المناطق لازلت تحت السيطرة الأوكرانية الصواريخ الروسية وتحديدا خلال ساعات مساء يوم أمس تحدثت أيضا بعض المصادر عن نية القوات الروسية بإطلاق مئات الصواريخ على مناطق في أوكرانيا وزارة الدفاع لم تؤكد ولم تنفي هذه المعلومات لكن على ما يبدو حساني وخلال التجربة الماضية القوات الروسية تستخدم الصواريخ الصواريخ العالية الضقة لاستهداف بعض المنشآت والمراكز ذات الصلة بالجيش الأوكراني داخل بعض المناطق ولسيما داخل مدن دينبرو بتروفسك وبولتوفا وتسومي وأيضا العاصمة الأوكرانية كييف الجيش الأوكراني أصبح يرد بأياد تخريبية وإرهابية كما تتحدث السلطات الروسية وتحديدا ما جرى صباح اليوم في مدينة بيريانسك هذه المدينة الروسية التي تقع على الحدود الروسية الأوكرانية تم تفجير عبوة ناسفة أدت إلى خروج قطار عن سكة الحديد وهذا القطار كان يحتوي على نفط ومواد بناء عندت المدينة وصلت بالعمل التخريب أيضا المعلومات وليست رسمية تحدثت أيضا عن أعمال تخريبية في مدينة بيليجراد الروسية أيضا مدينة بيليجراد هي مدينة حدودية مع أوكرانيا وبالرغم من هذه المعلومات حساني وبالرغم من الضربات الروسية حسب المصادر الإعلامية إلا أن الجميع في الداخل الروسي يترقب الأيام المقبلة وتحديدا الساعات القليلة حيث أكد يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاغنر عن نية القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد على المناطق الروسية خلال الساعات القليلة المقبلة بعض الخبراء أكدوا هذه المعلومة والبعض الآخر ينفي ويؤكد على أن الجيش الأوكراني بعد معركة باخموت ليس لديها القدرة علشان مع قتال مضاد تجاه الجيش الروسي إذن باخموت هذه الأنظار الجانبين الروسي والأوكرانيين تتجه إلى باخموت لأنها مدينة استراتيجية طبعا كما هو معروف إلى أي مدى وصلت الأوضاع حول مدينة باخموت وخاصة في محاولة سيطرة القوات الروسية عليها؟ حساني على الرغم من أن هذه المدينة حتى الساعة لم يتمكن الجانب الروسي من السيطرة الكاملة عليها إلا أن المصادر العسكرية تتحدث عن أن المدينة تشهد معارك طاحنة بين الطرفين المشاهد مروعة نتيجة التدمير الذي لحق بهذه المدينة إن كان من قبل الطرفين الطرف الروسي والطرف الأوكراني الاتهامات الروسية تنصب بأن الجيش الأوكراني يقوم بتفجير المباني بعد الانسحاب منها وهذا يؤكد على أن الجيش الأوكراني أصبح لديه قناعة 100% على أنه لن يعود إلى هذه المدينة لذلك هو يقوم بتفجير الجسور وتفجير المباني أيضا الجيش الروسي نتيجة وجود المصانع ونتيجة وجود أيضا الأنفاق داخل مدينة باخموت أيضا يستخدم بعض الأسلحة التي تؤدي إلى تدمير المباني داخل هذه المدينة يوم أمس إفجيني برجوجين قائد فاغنر أيضا أكد على السيطرة على أربع مناطق جديدة في باخموت متنوعة الاتجاهات أيضا أكد على أن أكثر من 2 كيلو متر لازالوا تحت السيطرة الأوكرانية وفي المقابل أيضا مصادر مقربة من فاغنر تحدثت عن تقدم للعناصر التابعة لفاغنر وأن أكثر من كيلو متر واحد لازال تحت السيطرة الأوكرانية ولازال العائق الأساسي أمام إعلان السيطرة الروسية الكاملة على المدينة ما ذال طبعا إذن ما زالت الأزمة هنا على الأرض وخاصة في ناحية المدينة مستمرة أشكر هذه التفاصيل من موسكو حسين مشيق مراسل القاهرة الإخبارية شكرا لك حسين إذن تاهب أمني تحسبا لتظاهرات قوية فيما يبدو لأن الشرطة الفرنسية أعلنت استخدامها الطائرات بدون الطيار لأول مرة لمراقبة المظاهرات التي تتزامن مع فعاليات يوم العمال في الأول من مايو أعلن وزير الداخلية الفرنسي جرالد دارمانا انتشار 12 ألف شرطي يشاركون في توفير الأمن في أنحاء البلاد منهم خمسة ألاف بالعاصمة الفرنسية باريس للتعامل مع المظاهرات التي يشارك فيها ما يقترب من خمسمائة ألف وخمسين ألف بحسب الاستخبارات الداخلية من بينهم بعض العناصر التي وصفت بالمشاغمة وقد دعت النقابات العمالية لمسيرات تاريخية بهدف مواصلة الاحتجاج على القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما والذي صدقت عليه الحكومة بالقوة رغم المعارضة الشعبية الواسعة وقد تم التخطيط لمسيرات احتجاجية بالعاصمة باريس وفي جميع أنحاء فرنسا بالإضافة إلى التخطيط لإضرابات في وسائل النقل وقطع تاران والسكك الحديدية من مرسيليا ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير مباشرة بعد التحية خالد إذن عدد كبير فيما يبدو سوف يشارك في هذه التظاهرات المرتقبة يعني من خمسمائة ألف إلى ستمائة وخمسين ألف عدد ضخم طبعا فكيف إذن تبدو التفاصيل وأيضا التجديدات الأمنية المقابلة لأن العدد من خلفك مباشرة يبدو كبيرا وفي تزايد خالد نعم حساني معدى التحية يبدو أن الفيدراليات العملية ستنجح بتواجد أكثر من مليون متظاهر على كامل الطراب الفرنسي في حوالي تلتمائة تظاهرة تم أخذ الموافقة عليها حساني الأمر يبدو اليوم كبير وحاشد من قبل الفيدراليات العملية الأول من مايو جرت العادة أن يخرج في فرنسا ما بين مائة ألف ومائة وخمسين ألف على كامل الطراب الفرنسي الاستخبارات الداخلية أكدت على تواجد ما يقرب من خمسمائة ألف وشتمائة وخمسين ألف متظاهر ولكن يبدو حساني حتى اللحظة أن الأعداد يمكن أن تفوق هذا التوقع وتصل بالفعل إلى أكثر من مليون متظاهر فرنسي على كامل الطراب الفرنسي الجدير بالذكر أن شيرالد دارمانا وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن توفير 12 ألف جندي ودركي من بينهم خمسة ألاف العاصمة الفرنسية باريس وحدها واستخدام الطائرات بدون طيار أو الدرون لنقل والإشرافي على ما يحدث على الأرض لأول مرة وصد رفض بعض من المدن منها مدينة لهابر خمس مدن سمحت في هذه الطائرات من بينها باريس وليون وبوردو ونانت وغيرها من المدن الفرنسية ليس على كامل الطراب الفرنسي ولكن في هذه الدول التي ذكرتها إلى ماذا يخطط هؤلاء المتظاهرون وخاصة عندما تزداد هذه الأعداد كما تحدثت خالد هل هناك تخطيط مثل لتوقف حركة النقل شلل في السياق الحديدية أم ماذا؟ الحقيقة يعني حسني هو الهدف هو إرسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن هذا المشروع مشروع قانون التقاعد أو الأغلبية من الفرنسيين والفيدراليات العملية التي رفضت استخدام القوة وبعد من أعمال العنف التي تظهر هنا وهناك على لسان دوران بورجي وهو رئيس الاتحاد الديموقراطي للشغل والذي أعلن عن ربطه لبعض من هذه العمليات عمليات التكسير والتحليم للوجهات المحلات وبالفعل قامت أيضا هناك الكثير من النقابات العمل بإعلان الإضرابات وبصفة خاصة في مجال الطيران حيث أن هناك إضرابات في مطار أورلي وشارلي ديجول وأيضا مطارات مارسيليا وطولوس وغيرها من بعض المطارات المتواجدة وإضرابات أيضا بقطاع العمل وقطاع الكهرباء إذن نحن أمام أعداد كبيرة وغفيرة في هذه التصاهرة للمسيط من الطلبات الخاصة بالعمل والعمال وهذا ما أعلنه ولودييدو سوبت وزير العمل الفرنسي فأنه الحكومة الفرنسية ستدعو للحوار مع النقابات العملية التي بدأت من بينها بعض النقابات توافق إلا أن السي جي تي أعلنت ربطها عن الدخول في مثل هذه الحوارات مع الحكومة الفرنسية إذن سوف نرى ما سوف يمكن أن يحدث في الساعات القادمة العدد فيما يبدو طبعا خلفك كبير جدا وخاصة أيضا من هؤلاء الكبار في السن إلى لبنان حيث حيى رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب مقاتل العمال في عيدهم وعشار إلى أن الإجراءات الأخيرة ليس السور قليل مما يستحقونه وقال أن الحكومة تقدر الظروف الصعبة والتضحيات التي يبدلها العمال في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقد شهدت لبنان عددا من الاحتجاجات في الفترة الماضية للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التدهر بالأوضاع الاقتصادية وأزمة الفراغ الرئاسي الذي تعاني منه البلاد من بيروت مراسل قهر الإخباري أحمد سنجاب معنا مباشرة بعد التحية أحمد إذن في لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدث على الإجراءات الأخيرة للعمال وقال أنها أوصفها أنها ليست السواق قليل مما يستحقوه هؤلاء العمال فكيف تبدو التفاصيل في هذا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها لبنان تحياتي لك في البداية من العاصمة بالفعل وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة إلى العمال بمناسبة عيد العمال أكد فيها أن ما تم اتخاذه وخصوصا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت في الثامن عشر من شهر إبريل الماضي بمضاعفة الأجور ثلاثة أضعاف ليست سوى القليل مما يسحقه العمال وذلك نظرا للإنهيارات الكبيرة في سعر صرف الليرة اللبنانية وفيها الاقتصاد اللبناني هو منعكس على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال دون وجود أي برامج للحمال الاجتماعية أو لتعويض العمال والموظفين عن هذا الإنهيار الكبير هناك غياب كامل على مدار الأربع سنوات الماضية لبرامج الحمال الاجتماعية باستثناء نهاية العام الماضي وتزمنت رسالة رئيس الحكومة مع مظاهرات نظمها عدد من العمال هنا في ساحة رياض الصلفة قبل قليل رفعت في المقام الأول المطالب السياسية المتمثلة في ضرورة إنهاء الفراغ السياسي حيث يتزامن عيد العمال هذا العام مع بداية الشهر السابع من الفراغ الرئاسي الذي يعيشه اللبنان في ظل أصعب الظروف التي مرت لكن تبدو الأمور هادئة في ساحة رياض الصلحة أحمد الآن في هذا التوقيت وأنت تحدثنا مباشرة هل انصرف هؤلاء العمال؟ بالتأكيد انتهت بالتأكيد انتهت قبل قليل وخصوصا بعد حدوث اشتباكات بين عدد من المتظاهرين حول مطالب سياسية تتعلق بكيفية معاملة اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية في حدثة الاشتباكات فانصرف قطاع كبير جدا من المتظاهرين وتدخلت قوات الأمن لفض هذا الاشتباك ولكن عاد الهدوء مرة أخرى إلى ساحة رياض الصلح وبذت خالية تماما من جميع المظاهرات التي كانت متواجدة من الساعة إلى ساعة صباح اليوم ولكن المطالب في المقام الأول هي مطالب سياسية متعلقة بإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يعرقل أيضا عمل الحكومة لكون الحكومة حكومة تصنيف أعمال أيضا عودة جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد التوافق السياسي بين القوى السياسية المؤدي إلى وصول رئيس للبلاد وإنهاء الفراغ الرئاسي أيضا فكرة الغاء الطائفية التي تحكم السياسة اللبنانية وتخصيص مقاعد بعينها إلى مواب أو إلى موظفين وفقا لفوائقهم هذه هي المطالب الأساسية لتحركات العمال اليوم في بيروت إذن إصلاف العمال بهدوء أو الذين نظموا هذه الوقفة في ساحة رياض الصلح في بيروت كما تحدثت أحمد إذن هل ثمت رسائل معينة كانوا يمودوا أن يوجهوها للحكومة وبالتالي وصلت هذه الرسائل إليهم وانصرفوا بعد ذلك وماذا عن التعامل الأمني مع هؤلاء الذين كانوا متواجدين في الساحة فيما يتعلق بالرسائل كانت هناك رسائل واضحة وبشرة الرسائل الأولى هي رسائل سياسية تتعلق بضرورة إنهاء الفراغ السياسي الذي لن يحدث إلا بتوافق القوى السياسية والفرقاء السياسيين داخل لبنان فكانت هناك دعوة شديدة لضرورة أحداث هذا التوافق وانتخاب رئيس جديد للبلاد الرسالة الأخرى هي رسالة اقتصادية تتعلق بأن ما قدمته الحكومة على مدار الشهور الماضية وخصوصا في جلستها الأخيرة المنعقدة في السامن عشر من شهر إبريل ليس سوى القليل مما يستحق العمال وهي مجرد زيادات لا تتناسب مع ما حدث من الهيار كبير لعملة اللبنانية على مدار السنوات الأربع انخفض صعر صرف العملة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار الواحد حتى وصلت الآن إلى ما يناهز المئة ألف ليرة للدولار الواحد أما فيما يتعلق بالتعامل الأمني كان هناك استنفاراً أمنياً قوياً في كافة الشوارع المحيطة بساحة رياض الصوح وخصوصاً أنها ساحة تجمع مداخل مجلس الوزراء اللبناني كما يظهر خلفي في الصورة وأيضاً على اليسار مدخل مجلس النواب اللبناني وعدد من الوزارات من بينها وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد وعدد من المقرات الرئيسية للبنوك سواء البنوك العاملة في لبنان أو البنوك الأجنبية فبالتالي كان هناك استنفاراً أمنياً من القوى الأمنية والجيش اللبناني وتمكنوا من وضع سياج حديدي وسياج من الأسلاك الشائكة تحول دون وصول أي من المتظاهرين لهذه المقرات وأيضاً جدير بالذكرى أن المتظاهرين أنفسهم لم يكن هناك أي محاولات لتجاوز هذه الأسلاك أو تجاوز هذه السياجات الأمنية وأنت تحدث عن ساحة رياض الصلحة مباشرة من بيروت نعرض أيضاً على الجالب الآخر يعني جزءاً من تظاهرات هؤلاء الذين انصرفوا منذ قليل في هذه الساحة أشكرك من بيروت بالتحديد في ساحة رياض الصلحة أحمد سنجاب مراسل قهر الإقبالي كنت معنا مباشرة العديد من الدول تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو باعتباره يوماً للمطالبة بحقوق العمال من خلال تجمعات مسيرات وأيضاً أحداث أخرى في بلجيكا تنظم النقابات العمالية مسيرات في هذا اليوم حيث تطالب عدد من النقابات بقراء تعديلات على قانون العمل البلجيكي الصادر في الثالث عشر من فبراير من عام ثمانية وتسعين المتعلق بالتسريح الجماعي للعمال من قبل أصحاب العمل وتعويض إنهاء الخدمة المحدد التفاصيل تأتينا من بروكسل مع مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة مباشرة بعد التحية سلامة إذن نقابات العمال طبعاً تنظم مسيرات احتجاجية بمراسبة عيد العمال في أكثر من دولة أوروبية فكيف يمكن أن تحدثنا عن هذه المسيرات ورسائل التي يمكن أن توجه لأن خلفك مباشرة نرى أيضاً أعلام ومسيرة لبعض العمال مساء الخير حسان هذه واحدة جمعات التي انطلقت في بروكسل للاحتفال بعيد العمال والضغط على الحكومة لاتخاذ بعض القرارات بهذا الشأن هذا العام يأخذ زخماً كبيراً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في أوروبا تستمعت للكثير من الخطابات التي ألقيت خلال عدد من الفعاليات في هذا اليوم أغلبها يشير إلى ضرورة فرض ضرائب على الأغنياء لأنه حساني خلال هذه الأزمة اتخذت الكثير من الشركات الكبرى حتان سوق إجراءات تحت حجة أن هناك تضخم يقولون بأن التضخم هو تضخم الجشعة وبأن هذه الشركات حققت أرباح كبيرة تحت عنوان التضخم وتحت عنوان اختلال سلاسل التوريد لذلك هم يرون بأن هؤلاء يتفلتون من القوانين الأوروبية التي يفترض بأنها تحمي حقوق العمال وبأنها تحافظ على ما تم اكتسابه خلال عقود بل وقرون مضت من الكفاح العمالي في الوصول إلى نوع من العدالة الاجتماعية يتهمون هذه الشركات الكبرى بالتحايل على القانون بالتغول على حقوق العمال تحت عنوان ليست حقيقية وإنما هي مجرد ذرائع لسلوك هذه السياسات التي تؤثر بشكل كبير على العمال العمال الذين يدفعون ثمن هذه الفاتورة يدفعون ثمن فاتورة الحرب في أوكرانيا يدفعون ثمن سياسات التقشف الحكومية يدفعون ثمن أيضا معركة رفع السن التقاعد والتي توصف بأنها غير ديمقراطية لأن هناك أيضا ليس الموضوع فقط في فرنسا وإنما هنا أيضا في بلجيكا هناك قانون لرفع سن التقاعد إلى 67 عام في عام 2030 وهذا يعني بأن الحكومات تحاول أن تعدل ميزانياتها على حساب أعمار الناس هناك الكثير من المطالبات بما في ذلك موضوع الدعم الحكومي للجهات الأكثر فقرا والأكثر حاجة هناك سياسات أو برامج كانت مؤقتة لدعم بعض الأسر خلال أزمة كورونا وأول أزمة أوكرانيا ولكن الآن تراجعت هذه الحكومات عن هذه الدعم الحزم من المساعدات وبرامج المساعدات القصيرة وهذا أيضا يثير غضب العمال الذين يدفعون الثمن إذا هي رسائل كثيرة يوجهها العمال في عيدهم الذي يصادف هذا اليوم نترك مع هذه الأجواء الحماسية وهذه المظاهرة من بروكسل كنت معنا سلامة عطلة مرسل القاهرة الإخبارية أشكرك سلامة إلى اليونان حيث تنظم النقابات والاتحادات العمالية إضرابا عاما اليوم لمدة 24 ساعة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اليونان شهدت عددا من الاحتجاجات العمالية بسبب ارتفاع الأسعار والمطالبة بإصلاح نظام الأجور ما تسبب في اضطرابات بوسائل النقلي والمدارس والمستشفيات العامة وغيرها من الخدمات العامة إذن ترى ماذا يحدث في اليونان اليوم للعمال في عيدهم مراسل قاهرة الإخبارية عبدالستطار بركاس سوف يجيب على هذا السؤال إذن بعد التحية عبدالستطار النقابات والاتحادات العمالية تنظم اضرابا لكن اليوم واحد أو لساعات محددة قبل ذلك حدثت اضرابات لكن كيف تبدو تفاصيل هذا اليوم وهذا الزخم أيضا المتواجد في اليونان نعم حساني بعد التحية المعتاد هنا في اليونان يوم عيد العمال يكون هناك إضراب عام وتظاهرات ضخمة ولكن التظاهرات اليوم شارك فيها الآلاف من العمال ومن الموظفين حيث دعت اتحادات لحبات العمال والموظفين إلى الإضراب العام والتظاهرات هنا في وسط أتينا قبل قليل من الآن كان الآلاف أو عشرات الآلاف شاركوا في هذه التظاهرات تحت شعار لن نضحي بأعمارنا من أجل أرباحهم النضال حتى الناصر لا للرأس مالية حقوق العمال خط أحمر كل هذه الشعارات كانت موجودة هنا بالرغم من سوء الأحوال القوية وسقوط الأمطار على المتظاهرين طبعا حتى المواصلات العامة اليوم لمدة 24 ساعة متوقفة تماما والسفن رابطة في الموانئ لا توجد هناك رحلات بحرية إلى الجزر اليونانية في هذا اليوم يتم تنظيم هذه التظاهرات في عدة أماكن في اليونان ليس فقط هنا في العاصمة أثناء ولكن في ثسالونيكي شمال البلاد وفي عدد من المدن الأخرى المخاوف الحالية الآن من الشرطة يعني هناك مراقبة تامة من قبل قوات الأمن اليونانية والشرطة وتخوف من أن تكون هناك مواجهات وصدمات قبل قليل كان هناك في آخر التظاهرة نحو 200 شاب ملثمين يلتدون الخوزات ومجاهزين نفسيا للتصادم مع الشرطة ولكن كانت قوات الأمن بجانبهم نحن الآن بانتظار أن تكون هناك مواجهات أم لا عموما الحكومة اليونانية حاليا هي مجبولة في الانتخابات التي سوف تقري بعد 20 يوما من الآن ولذلك التظاهرات الآن كان يشارك فيها زعماء أحزاب المعارضة زعيم الحزب الشيوعي زعيم حزب كينال الباسوك الاشتراكي هنا في ميدان سندغمة ألقوا كلماتهم على المتظاهرين وأيضا قالوا أن حقوق العمال خط أحمر وأنهم سوف يقفوا بجوار العمال خلال الفترة المقبلة يعني هي رسائل أيضا عبدالسطر من قبل هؤلاء رؤساء الأحزاب أيضا يبدو أنها أيضا رسائل دعاية انتخابية قادمة كما تحدثت عن الانتخابات لكن هذا الزخم الذي نعرضه على الشاشة وكما قلت برغم مسئول أحوال الجوية كان هناك عدد كبير من خلفك الآن العدد تناقصة برغم عدم تساقط الأمطار كما يبدو ما المتوقع أيضا في المساء أو في الفترات القادمة؟ المتوقع أن تكون هناك بعض المصادمات والمواجهات بين عدد من الشباب الفوضويين التابعين للأحزاب اليسارية مع الشرطة هم الآن ذهبوا بالتظاهرة إلى ميدان أمونيا ثم شارع باتيسيون القريب من كلية الهندسة التي يحدث فيها دائما هذه التظاهرات والمواجهات وبعد ذلك يهرب الشباب أو يهرب هؤلاء الفوضويين إلى داخل مبنى الجامعة حتى يكونوا بعيدا عن الشرطة عموما سوف نرى في المساء ماذا سوف يحصل من مواجهات وصدامة نتركك مع هذا الزخم في أثناء عاصمة اليونان مع هذه التظاهرات في عيد العمال أشكرك علي التفاصيل عبدالسلطار بركات مراسل القهر الإخبارية كنت معنا مباشرة من اليونان إلى تركيا حيث دعت نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني التركي اليوم للتظاهر والمطالبة بحقوق العمال ودائما ما تشهد بعض المدن التركية خاصة في اسطنبول احتفالات عيد العمال تشهد فيها مواجهات ما بين متظاهرين والشرطة لكن في السنوات الأخيرة فرضت السلطات حضرا تاما عضل وصول إلى مكان الاحتجاجات الرئيسية في أنقرة يتواجد مراسل القهر الإخبارية عمر أحمد لكي يحدثنا حول التفاصيل بعد التحية عمر أيضا هنا نقابات العمال المنظمات المجتمع المدني في تركيا تدعو للتظاهر كما نرى خلفك مجموعة من المتظاهرين يحملون الأعلام فكيف تبدو تفاصيل هذه التظاهر اليوم نعم حسيني بعد التحية بالفعل عيد العمال في تركيا نصفا في السنوات الأخيرة احتسب طابعا لمعارضا في الحقيقة هنا يجتمع أحساب سياسية منظمات مجتمع مدني نقابات عمال كلهم يطالبون بتحقيق العدالة يطالبون طبعا تحقيق التحقيق معدلات تضرهم الحالة الاقتصادية الموجودة في ملاد هي التي نصر نفسها حاليا في هذه المظاهرات هنا منظمت الأحساب السياسية المعارضة وكذلك منظمات المجتمع المدني يقومون بالاعتفال بعيد العمال إلى جانب طالباتهم بطبعا تسليم حقوق العمال تحدثت في تركيا عن أن معدلات تضرهم مرتفعة جدا في تركيا الكثير من النقابات تقول أن الشعب التركي تم إثقاره عبر السياسات المتصابية المتبعة وصل حد الفتر حد الجوع في تركيا إلى أكثر من الحد الأدنى للجوع تجاوزت حد الأدنى معدل الفقر في تركيا أصبح رقما كبيرا جدا في تركيا لا يمكن المسؤولين سهولة لذلك هناك مطالبات بالفعل مطالبات كبيرة ولكن كما يعلم الجميع تركيا بعد سبوعين أمامها انتخابات مهمة جدا لذلك هنا مرضى إن كان المواطنين الأكراك أو مسؤولين منظمات المجتمع المدني التي تستخدم إليها يقولون بأن القرار سوف يكون في صدوق الأكرا بعد أسبوعين وبالتالي كل هذه الاحتفالات هي احتفالات يقولون بأن ها مبدئية وتبشر بالتغيير الذي سوف يحصل بقولها بهم في 14 مايو يعني غالبا ما كانت تشهد مثل هكذا التظاهرات وخاصة الكبيرة طبعا عمر وخاصة في اسطنبول مواجهاتنا بين الشرطة المتظاهرين ماذا عن يعني التوقع اليوم من خلال هذه المواجهات وخاصة أن الاعداد من خلفك تبدو كبيرة بالفعل حساني معظم أيام الواحد من مايو الأول من مايو تشهد هذا النوع من الالتحامات من يعني هذا أولاد من تبل أخوات الأمن التركية ولكن اليوم في تركيا إن كان في أنطرة أو في اسطنبول هناك تدابير احترازية أمنية كبيرة جدا متخدة لأن كما ذكرت تركيا مقبلة على انتخابات ولا أحد في تركيا اليوم يريد أن يعني تدخل تركيا أجواء الانتخابات في أي مشاكل أمنية لذلك إن كان على الجانب المعارض أو على الجانب الحكومي كذلك هناك الرغبة في أن يتحدث عمليات الاحتفال بهذه الطريقة والقرار سوف يكون في صندوق الاضطراع في 14 من مالي نعم في وسط التظاهرات طبعا وهذا الزخم من أنقرة كنت معنا مباشرة المراسل قاهل الإخباري عمر أحمد أشكرك شكرا جديلا عمر طراماز يدور في النمسا أيضا حيث نبقى مع تداعيات ما يحدث حيث تنظم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا ثاني أكبر الأحزاب ينظم مظاهرة حشدة بمناسبة عيد العمال عادة ما تشهد العاصمة النمساوية بأن مظاهرات عمالية واسعة من أنصار المعارضة النمساوية من قبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمناسبة عيد العمال إذن كيف تبدو هذه التظاهرات خالد أبو بكر مرسل القاهلة الإخبارية معنا مباشرة ينقل لنا الصورة هناك بعد التحية خالد إذن الحزب الاشتراكي المساوي كما هو على شاشة القاهلة الإخبارية ينظم مظاهرة حشدة كيف تبدو التفاصيل في هذه المظاهرة وأيضا يعني صف لنا الأعداد المتوجدة هل هي أعداد كبيرة أم أعداد يعني معتادة تحياتي إليك حساني بدأت منذ ساعات الصباح اليوم المسيرات الحاشدة التي قدرت بعشرات الآلاف من أحياء فيينا المختلفة وتوجهت صوبة ميدان بلدية فيينا لفعاليات ذلك اليوم الذي انتهى منذ نحو ساعة حيث احتشد عشرات لألاف والكل رفع شعارات تطالب بالحكومة بالمزيد من زيادة الأجور على خلفية أن النمسا هي البلد أكثر بلد أوروبي يعاني من التضخم في العام الأخير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا الشعارات كلها كانت تدور حول أن الغزاء سعره مرتفع جدا الطاقة سعرها مرتفع كذلك التدفئة وأن الشيء الوحيد الذي هو متدني هي الأجور وعلى هذه الشعارات تحدثت رئيسة الحزب الاشتراكي الاجتماعي باميلا فاغنر مطالبة الحكومة بفرض المزيد من الضرائب على الثروة لأن الهوة من وجهة نظرها تتسع بين الأغنياء والفقراء في العامين الأخيرين كيف إذن وصلت هذه الرسائل يعني كيف إذن وصلت هذه الرسائل للمسؤولين في الحكومة يعني من خلال هذه التظاهرات الحشدة التي توصفتها خالد هل تصل بصورة جيدة أم أنهم يتجهلون مثل هكذا رسائل الحقيقة الأحزاب كفة سواء كانت في السلطة أو في المعارضة تهتم بمسألة التضخم خصوصا أن النمسا مقبلة على موسم انتخابات في العام القادم وهناك أحاديث كبيرة تدور حول إمكانية الاندفاع إلى انتخابات مبكرة على خلفية تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن التضخم والتي كشف عنها استطلاع للرأي نشرته صحيفة كورير بالأمس تحدث عن أن ثلثي الشعب النمساوي يعاني اقتصاديا جراء ذلك التضخم هناك أيضا نقابات عملية تتهم الحكومة بأنها لا تعمل جديا على إزالة تلك الآثار السلبية الجاثمة على صدوره معالى جيوبهم أيضا يعني إذا تحولت هذه التظاهرات تحولت هذه التظاهرات إلى تلاسن وتشابك فيما بين أحزاب المعارضة وخصب الحزب الاشتراكي الرئيس وما بين الحكومة في نفس الوقت نعم بالفعل حساني تحولت إلى تلاسن حيث أعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي زيهوها أكبر أحزاب المعارضة بأن بأنها ستعمل على أن يكون حزبها هو الذي يشكل الحكومة المقبلة لأن ذلك سيعطي أملا كبيرا لشعب النمساوي لاكتياس تلك الحقبة التي ترى أن الأغنياء فيها يزدادون غنا والفقراء يزدادون فقرا وطلبت الحكومة بأن تعمل لمصلحة أغلبية الشعب النمساوي لا لمصلحة الأغنية وحدهم إذا في عيد العمال أشكر كانت ربك مع هذا الزهم في المظاهرات الحاشرة كما قلت إذن خالد أبو بكر مرسل القاهرة الإخبارية من فين كنت معنا مباشرة نبتعد قليلا عن ملف عيد العمال نتوقع إلى لندن في بريطانيا حيث تتواصل أصداء استقالة الرئيسية لدعة البريطانية ريتشارد شارب بعد تحقيق أفاد أنه انتهك القواعد لعدم الإفساح عن دوره في تتيب قرض خاص لبوريس شونسون الذي كان رئيسا للوزراء في هذا الوقت وقد نشر الصحيفة تحقيقا بعنوان من هو ريتشارد شارب ولماذا يترك البي بي سي أشارت الصحيفة إلى أن صحيفة سانداي تايمز كشفت في وقت سابق أن شارب ساعد سرا أحد معارفه الذي أرد تقديم ضمان قرض شخصي لجونسون في الفترة التي كان ريتشارد شارب يتقدم فيها لمنصب رئيس البي بي سي محسن حسني مراسل القهر الإخباري على موعد مع هذه التفاصيل بعد التحية إذن محسن الإستمار الآن في أصداء استقالة رئيسية الإذاعة البريطانية بي بي سي كيف بدت التفاصيل ولماذا استقال في هذا التوقيت محسن نعم مرحبا حسني ريتشارد شارب استقال بعد يعني عدد من التقارير الصحفية التي نشرت لكشف أسرار جديدة لم يكن يعلمها الشعب البريطاني وهي العلاقة التي تربط بين ريتشارد شارب ورئيس المزراء الأسبق بوريس جونسون وتحديدا فيما يتعلق بالقارد الذي حصل عليه بوريس جونسون وقيمته 800 ألف جنيه استرليني ريتشارد شارب لعب دورا كبيرا من أدل حصول بوريس جونسون على هذا القارد بأن أوصله لأحد الأرستقراطيين الكبار كضام لبوريس جونسون من أدل حصوله على هذا القارد والمعروف عن ريتشارد شارب بأنه ينتمي للطبقة الأرستقراطية ولديه علاقات واسعة مع أصحاب الأموال والمليونيرات في بريطانيا وخارجها أيضا بالتالي هذه الواقعة تعود إلى عام 2020 وهذه التسهيلات التي قدمها ريتشارد شارب لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون سبقت تزكية جونسون لريتشارد شارب من أدل توليه هذا المنصب سبقت ذلك بحوالي سلاسة أسابيع وهما يعني شبهة فساد بين الطرفين وعلى إثر هذا تقدم ريتشارد شارب باستقالته من منصبه كرئيس الهيئة الإزامة البريطانية وكان ينبغي أن يستمر في هذا المنصب إلى عام 2025 ولكن بعدما بدأت التحقيقات واعترف الجانبين بثبوت هذه الواقعة أدى ذلك إلى استقالة ريتشارد شارب ولكنه سيستمر في المنصب فقط حتى نهاية يونيو المقبل من أجل تعيين لحين تعيين شخص آخر جديد في منصبه الأهم من ذلك أن المعارضة البريطانية استغلت هذا الموقف وقالت أن هذه السقطة جديدة تضاف إلى السقطات السابقة لحزب المحافظين والحكومة حزب المحافظين وتضاف إلى وقاع فساد سابقة كثيرة تورط فيها جونسون نفسه ودومنيك راب نائب رئيس الوزراء في ذلك الحين وغيرهم كثيرين ممن تورطوا في وقاع فساد كل هذا يخصم من رسيد حكومة حزب المحافظين لدى الشارع البريطاني وهذا ما تعكسه استطلاعات الرأي الآن والتي تؤكد أن شعبية حزب العمال ارتفعت بشكل كبير وأن أي انتخابات قادمة سوف تكون هناك فرص أكبر لنجاح حزب العمال يعني بسبب الخصم من رسيد شعبية حزب المحافظين بسبب وقاع فساد المتقر يؤثر على مسيرة الانتخابات القادمة والمرشحين أيضا وخاصة من قبل الحكومة إذن أشكرك على التفاصيل الواضحة كنت معنا من لندن فيها مراسل قهر الإخبارية محسن حسن أشكرك شكرا جزيلا إذن اليوم كان عيد العمال وكانت هناك تظاهرات حاشدة ومتعددة في أكثر من عاصمة من عاصم الدول الأوروبية تابعناها من خلال شبكة مراسل القاهر الإخبارية أيضا مع تفاصيل وحدث أخرى تابعناها اليوم نشكر كل ما كانوا معنا في شبكة مراسل القاهر الإخباري في قولة المراسلين كان معنا اليوم ونشكرهم من أثنى اليونان عبدالسطار بركات من مرسيليا في فرنسا خالد شقير كان معنا من لندن حول استقالة رئيس بي بي سي محسن حسني كان معنا أيضا خالد أبو بكر من بيننا عمر أحمد من أقارة بتركيا كانت معنا أي سيد من عمان حول الاجتماع بشأن سوريا معنا أيضا حول أزمة الوسيطة الأوكولنية حسيني مشيك كان معنا برشرة من موسكو أحمد سنجاب من نسبة عيد العمال كان معنا من بيروت كان معنا من معبر قصة الحاول عودة اللاجئين النصرين إلى المعبر مصطفى عبدالفتاح أشكر كل مرسل القاهرة الإخبارية الذي كانوا معنا اليوم لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني القاهرة نيوز دوت نت يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد بيرتكال 11747 يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم وكل عام وكل العمال بخير بمناسبة عيد العمال هنا القاهرة الإخبارية وعاصمة الخبر إلى ملتقى